التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة رئيس أركان هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول شارلز براون والوفد المرافق له تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول شارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة خاصة على صعيد الأزمة بقطاع غزة كما تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل الجانبين وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن تقديره للعلاقات الرسيخة التي تربط القوات المسلحة لكل البلدين الصديقين مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة المصرية والامريكية في مختلف المجالات العسكرية من جانبه اشاد رئيس هيئة الاركان المشتركة الامريكية بالدور القيادي الذي تقوم به مصر لدعم ركائز الامن والاستقرار بالمنطقة مؤكدا حرص بلاده على تعزيز اواصل العلاقات العسكرية الثنائية بما يلبي المصالح المشتركة للقوات المسلحة لكل الجانبين حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والامريكية والسفيرة الامريكية وملحق الدفاع الامريكي بالقاهرة